كمالة الآية أعطى نفسه بالكامل الله بدل نفسه بالكامل للبشر علشان كده هو لما بيجي الكلمة هنا هو يقول أنك تعطي بكل قدرتك يعني بكل استطاعتك أنت تعطي نفسك وإمكانياتك ليه الآية الموجودة في رسالة روميا صاح 12 وعدد 1 فأطلب إليكم أيها الأخوة برعفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم عقلي ذبيحة مسبوحة لكنها حية لأنها مذبحت عند الله فحيات الله صارت فيها فصارت مقدسة مخصصة لي فبقيت أنا فاهم أنا بعبوده إزاي وصار الحب هو الذي يملك فيها فبمقدار استطاعتك أنت تحب الرب إلهك زي في تثنية 30 لما أريت تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك في نائف تثنية 6 خمسة يقول فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك دي الكلمات اللي اقتبسها المسيح بعدين يكمل في سفر التثنية بيقول ولتكن هذه الكلمات التي أنا أصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تامشي في الطريق بيتكلم هنا عن كلمات الله وحين تنام وحين تقوم وربطها على ما على يدك بمعنى عندما أحب شخص أتكلم عنه في كل مكان فهنا بيقول أحد العلامات التي تعلن أن أنا أحبه بكل استطاعتك أنك تتكلم عنه في كل مكان ترجمة نانسي قنقر